ونفتح ملف كاس الأمم الأفريقية يوم السبت المقبل انطلاق بطولة كاس الأمم الأفريقية 2023 في الكوديفورب ليه بنقول 2023؟ لأن هذه النسخة مؤجلة من العام الماضي كان المفروض أنها تكون 2023 ولكن أجلت لـ 2024 إذن البطولة تبدأ لسبت المقبل يوم 13 يناير ومنتخبنا يلعب أولى مباريات يوم الأحد 14 يناير ضد موزنبيق ثم في الجولة الثانية ضد غانا 18 يناير وفي الجولة الثالثة ضد كاب فاردي أو الرأس الأخضر يوم 22 يناير هنتكلم منتخبنا فيه؟ منتخبنا في المجموعة الثانية وطبع احنا عارفين أنه في نظام هذه البطولة بيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستاشر مع أفضل أربع توالد على مستوى المجموعات الستة انبارح خضنا مباراة ودية ضد تنزانيا على استاد القاهرة بروفا أخيرة فاز فيها المنتخبنا 2-0 ويسافر غدا الثلاثاء بإذن الله إلى كوديفوار في رحلة البحث عن اللقب الثامن اللي غايب عن خزائن الفراعنة منذ 13 سنة آخر تتويج لنا كان في نسخة 20-10 في هذه الفقرة سنناقش مع ضفنا النقد الرياضي الكبير أساس حسن المستكاوي فرص منتخبنا في المنافسة على اللقب ورؤيته لهذه النسخة وتوقعاته غير من الأمور وأيضا زملنا آسر حسين اللي جالنا بجرافات وأرقام وألقاب ومين اللاعبين المهمين علشان نقدر نعرف ماذا نحن مقبلون عليه أستاذ حسن أهلا بيك أهلا بيك وآسر أهلا بيك يلا نبتدي ونعرف البطولة دي البطولة الإفريخية رقم كام؟ 33 33 ليه 23 و24 هو في البداية أصلا كوتفور اختيارها كان حلم التأخر يمكن عقد من الزمن أستاذ الأميس من 2014 وهي بيوعدوها بالبطولة وتأخر طبعا ظروف بنتمنى طبعا دايما السلام لشريان الأفريقي لكن فيه ظروف حرب أهلية وغيره فتأجل الحلم العشر سنين وأخيرا كان مفروض 23 لكن حصلت تغيرات مناخية قوية جدا كانت تتأثر على مشاركة المنتخبات فترة حالة من آخر 23 إلى بداية 24 لكن زي ما حالكت قلت في المقدمة تحت مسمى 2023 2023 قبل ما نبتدي أستاذ حسن شفت آخر بروفا للمنتخب الوطني إزاي مبارح؟ يعني النتيجة طبعا طبيعية أكيد يعني لكن الأداء ما كانش زي مثلا ماتش جزائر ماتش جزائر يعني عملنا ماتش عظيم جدا كان فيه أداء قاعه بطيء شوية هادي شوية ما بيش الشراسة ربما يمكنه عشان دي أخر مباراة قبل الصفر لساحل العج أو كو الدبار اللعبة يعني مش عايزة حد يوصاب حد يتعاور ولا حاجة وماتش كان سهل يمكن الجزائر عشان ماتش عالي للمستوى يعني فكانت نتيجة أن المنتخب كمان كان مستوى عالي كانت زي ما تكون مباراة رسمية لكن ما نقدرش يعني منقسش على هذه المباراة أنا اللي حوله حاجة واحدة بس إذا لعبنا زي ما لعبنا قدام الجزائر رغم أن احنا تعديلنا في آخر ديئة هقولك أن احنا على الأقل ممكن نبقى في سيمي فاينل دولة أربعة يعني أو قبل النائق يعني إذا لعبنا كما لعبنا مع الجزائر ماتش ودي كان وكان ماتش ودي لكن لو لعبنا زي ما لعبنا قدام تنزانيا لا يعني يعني إن شاء الله 16 وربنا يسهل بعد كده 16 وربنا يسهل 16 وربنا يسهل طيب نبتدي نشوف الأرقام والجرافات بس عندك أمل؟ طبعا منتخب على فكرة مستوى المنتخب تحسن كثيرا مع فيتوريا مقارنة بمن كانوا قابلهم لأنه المستوى فيه نزعة وجمية واضحة جدا أه بس إحنا مع كيروش وصلنا للسيمي فاينل لا دي بقى مسألة مسألة حنقعد نتنقش بها كثير جدا مش هيبقى وقته برنامجة البرنامج بتاعك دلوقتي إنما يعني دي وجهات نظر لكن عندك أمل؟ أه طبعا لو لعبنا كما لعبنا أزاق ماتش بلجيكا وماتش جزائر نقدر نعمل نتيجة كويس طيب نشوف مين بقى في هذه في كاس الأمم الأفريقية 24 فريق ولينا يقاسر المجموعات صحيح أستاذ الميس 24 فريق متقسمين على ست مجموعات كوتفور البلد المضيف وقع في طريقها نيجيريا ومنتخب قوي طبعا باسمه حتى لعبين الموجودين دلوقتي دول يمكن أبرز الناس اللي ممكن الناس بتراهن عليهم حسب التصنيف حسب طبعا التاريخ مصر معا مزمبيه قراصة أخدر فيه توازن هنا منتخبات إن شاء الله ماتش مزمبيه قبل بداية نضمن فيها ثلاث نقطة المبارات غيانا أعتقدت بمبارات صعبة جدا وأعتقد بشكل كبير جدا يمكن أستاذ حسن يتفق معنا أن مصر وغيانا هم اللي يساعدوا عن المجموعة دي دي مجموعة بشوفها قوية جدا المجموعة الثالثة والناس بتستبعد دايما غينيا لكن غينيا عندها محترفين مهمين جدا ويمكن فيه قصة طريفة فيه لاعب يستبعد عشان هم لعبوا في يونيو الماضي مع برازيل وبدل اللاعب التشيرت مع فينيسيوس جونيور طبعا نجم ريال مدريدي أستاذ الميسو منتخب برازيل رجع قبت اللبس ملقاش تشيرت بتاعه لمام دي أو متبدل مع فينيسيوس فما اتهمش بس اللاعبين راح كمان لدياوارة المدير الفني وقال له أنا كمان بتهمك أنت كمان ممكن تكون خطه دي ممضية من أحد أهم من جوم العالم فكان استبعاده بسبب ان اتهم زملائه ومديره الفني فيعني ممكن أطرف استبعاد في البطولة كلها من غينيا من غينيا يلا بيستلم الجزائر طبعا برضو معه بولكينافسه بعتقد منتخب قوي دايما بيحطه نفسه في المراحل النهائية وكمان ضبعا عنده مستوى محترفين كويسين بعتقد أنه هتبقى برضو الجزائر بولكينافسه أقرب الناس تونس يمكن مش أقوى جيل لها لكن شوفنا برالو دي لأسف كانوا أفضل منا بكتير وتفوقوا علينا وديا يعني بنتمنى هما بين تونس ومالي الحقيقة وجنوب أفريقيا نتمنى أن منتخبنا العربي تونس يسعد معايا كان ماليا جنوب أفريقيا والمغرب طبعا مرشح يمكن أساسي بشكل كبير جدا في حقبة الريكراكي اللي شرف العرب وأفريقيا كلها بحصوله على رابع العالم فبالتالي هو أحد المرشحين طبعا أستاذ حسن أقوى مجموعة في رأيك إيه أشرص مجموعة التالتة تالتة سنغال والكاميرون وغينيا أعتقد أنه كمان المجموعة السادسة يعني المغرب يعني لكن هي التالتة الحقيقة التالتة لأن يعني سنغال والكاميرون في الائتين جمدين جدا وربما تدخل غينيا يعني منافس ما بينهم أعتقد هي أحسن دي أقوى بعد المجموعة الثانية يا أسر اللي هي مجموعة مصر في رأيك دي مجموعة تعتبر متوسطة قوية متوازنة جدا دايما يا أستاذ الميس جرات العدن منتخب التصنيف الأول زي مصر بياخد معا فرقة قوية وفرقتين متوسطين أو ضعفة أعتقد أن حتى فيتوريا حيستعجل الفوز شوية في مرات موزنبيك وحيبدأ بتشكيل أسيب حيث أنه إن شاء الله في أوروبا سالة سالة تسجل فيبقى ضمن أول فلس نقاط عشان ما تخشش في حزبة لما تقابل غانا لممكن يرتضوا المدربين بالتعادل الإيجابي مثلا أو السلبي حيزول حاجة بس الكاب فردي أو الرأس الأغدر يعني فريق حيبقى مؤلق شوية ممكن يكون مؤلق دايما بيعمل مفاجئات مفاجئنا البطولة اللي فاتت حسان أسود دايما بيعمل مفاجئات كاب فردي بيلعب كلها كويسة يعني يعني وبعدين مش يخسر حاجة أخطر حاجة تخافي منها الفريق اللي في داخل في البطولة مش ما عندهش ضغط مش ضغط اللقب يعني حتى موزنبيكو أستاذ الأميسي يمكن متخب غريب شوية يعني لعب وديا مع لسوتوك سيبة 2-0 بعدين هو لعب مع عبد سوانا قبل ما يعني آخر مبرود دي زينا سيبة 2-0 في التصفيات اتغلب منها فحتى هو مش قادر نمسك عليه مستوى يعني الميزة في هذه البطولة إن أربع توالد أفضل أربع توالد بس نتمنى بقى إن احنا ما نخشش في حزبة بيرما دي طبعا بس كمان الميزة التانية اللي هتخليها بطولة قوية جدا إن فيه 12 واحد بطل قبل كده مشاركين في البطولة دي ده الأول مرة تحصل إن فيه 12 بطل سابق يشاركوا في بطولة واحدة فيه 3 بس غيبين السودان والكونغو أو الزائر يعني كانت وأثيوبيا دول 3 اللي بيكملوا 15 فرقة اللي أخدوا 15 اللقب كلها ففيه 12 بطل موجودين على أرض كو ديفوار دول أخدوا الواحدهم 30 لقب وبالتالي ده دي هتبقى منافسة وبطولة يعني نعتبرها يعني بعد 33 بطولة دي البطولة 33 34 دي تلعب 34 34 دي واحدة من أقوى البطولات في رأيي حضرتك فيه مشاركة 12 لقب بعدين فيه فرقة عندها طار مع البطولة غانا من سنة 82 مش عارفة تاخدها وفرقة كويسة صحيح بتأبان داون يعني بتحصل كده لكن الفرقة كويسة المفروض وبيقولوا احنا من سنة 82 ما خدناش عشان السحر السحر هحد دعملهم عملا يعني يمكن هيستغلوا بقى أنها على أرضون كو ديفوار واللقب تأخر أكتر من 10 سنين طبعا كو ديفوار طبعا كمان مهمة جدا نشوف بعد كده مصر بقى وطاريخها مع كاس أمم أفريقين مش والله يعني انحياز لبلدنا القوي لكن زعمة القارة ده شيء لا جدال فيه طبعا أكثر مشاركة الأكثر لعبة لمبارات 107 من كتر مشاركات طبعا أكثر تسجين الأهداف رصيد كبير 168 هدف الأكثر حصدا اللقاء 200 نقطة تحقيقا للفوز طبعا 60 مباراة وطبعا أكثر وصولا نصف نهائي 16 مرة وطبعا زعمة القارة بسبع ألقاب يمكن اللي بيجي بعدنا غانا والكاميرون بس لكن مصر بعيد وان شاء الله يعني الاستعصة التمنى بس ان شاء الله انحقها هالمرة 13 سنة بعيدة عننا كاس أمم أفريقين 13 سنة قبل كده قعد أكتر من 59 ل 86 احسبيهم بقى وانا لسه بعيدة على صوابعي برضا برضو انا من الجيل اللي أنا كنت أدبي 27 سنة مهندس احنا بنهد لسه وانا كنت أدبي ما علينا 27 سنة والمرة دي 13 سنة كتير برضو في العصر الحديث طبعا طبعا وبعدين كانت حاجة غريبة جدا اللقب البطولة 3 مرات واربعات وبعدين مش عارفين نروح 3 مرات واربعات يعني فيها الحاجة وعكسها مصر دي دايما فيها الحاجة وعكسها لكن نتمنى بقى ان احنا نرجع بالتمنى هذه المرة وصلنا للنهائي المرة الماضية 2021 و2017 ايضا 3 نسخ وصلنا مرتين النهائي فده برضو زي ما كنت أصدقل الغريب 3 مرات وصلت النهائي لكن اللي بعده نشوف بقى المرشحين بقى المرشحون لألفوز بلقب كاس أمم أفريقيا رقم 34 الأول خلينا أسمع ترشيحاتكم بقى من غير أستاذ مستكاوي الترشيحة ايه؟ طبعا المغرب فريق مرشح عشان الناس كلها بتحسب اللي هنعملوا في كاس العالم لكن هو رابع كاس العالم طبعا ده إنجاز عالمي حاجة يعني كبيرة جدا يعني منتخب المغرب فريق قوي جدا وكان قويا قوي في كاس العالم لأنه لعب بتكتيك قدر يوصل به لهذا المركز بمثال نحديكي مثال بسيط يعني يعني قدام أسبانيا مثلا ساب أسبانيا تلعب بالكرة زي ما هي عايزة وكان ضاغط الملعب جدا ويدفع من نص الملعب وعملوا ألف وخمسين تمريرة لكن في الأخر قدر يكسب أسبانيا هنا هو مطالب بحاجة تانية مش هيقدر يعلعب بنفس التكتيكات اللي لعب بيها في كاس العالم هو مطالب أنه يفتح جيم ويلعب ويهاجم ويدافع يعمل الاثنين مع بعض وبمنتهى القوة ومنتهى الشراسة فده ممكن يعرضه لبعض المخاطر إذا انطلق فيه دفع تلازم يكون فريق متوازن أنا بشوف أن طبعا كاس العالم دي حاجة عظيمة جدا المرشح الأول بالنسبة لك مين؟ المغرب رقم واحد طبعا حتى قبل مصر؟ يعني انت عزني لا للأمانة يعني بس جدا التحليل موضوعي ما لكش علاقة أنك مصري وغير مصر طبعا مسألة صعبة جدا كمان ان يبقى ايه توقعات زي ما نقرأ كده البلورة أو النجم أو 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 فنجان يعني في الكرة فيه خمس ست فرق في البطولة دي واحد منهم حيبقى البطل ده اللي نقدر نقوله إنما مين يبقى البطل بالتحديد صعبة جدا لأن انت المشوار بتاعك المغرب مثلا في مطشات المجموعات لو حصل أي حاجة ودخل في دور 16 مع فريط ممكن يطلع طب ما الجزاير في البطولة اللي فاتت أنا كنت بقول إن الجزاير حدخد البطولة بناء على أداءها في 2019 خرجت بدور الأول من خرج بدور الأول ودي كانت أصلا من وجهة نظر كسيرينجي ده الفريق المرشح الأول للبطولة بناء على أداءه في بطولة مصر اللي عملت في 2019 لكن خرج فهي دي كرة وها دا لكن في النهاية إذن كابتن حسب مستكاوي يعني يقول أو يتوقع إنه ربما يكون المغرب أكثر حضوظا أو المرشح الأكثر المغرب كوśliفور مغرب كو vampوار أيوا مصر بالترتيب كده آه أه إن شاء الله مصر السنغال تناني يا أسر السنغال طبعا السنغال السنغال طبعا سنغال طبعا البطولة اللي فاتت اللي فاتت دول الأربعة أكثر أربعة بس بس حضرتك شايف إنه ربما يكون المغرب هو الأكثر حضوظا بال بالورقة Wol våra بالورقةonnaise الألم والنظريات لكن خلي بالك بس تاني أن الفرق بين كاس الأمم وكاس العالم تكتيك بتاعه حيختلف حيتعرض لبعض المخاطر آسر لكن المغرب إفريقيا يعني آخر بطولة 76 86 86 76 وبالتالي إفريقيا غير دوليا زي ما بيقول كابتن حسن فبالتالي أنت رأيك المغرب صحيح كمان يا أستاذ الأمميس تكمل الكلام حضرتك في أفضلية كانت عنده نفسية وأستاذ حسن طبعا يفتكر أكثر مننا أنه كان استعصت عليك أنك في المتخب المغربي 20 سنة إلى أن جاء أهدف كهرباء في بطولة 2017 فحتى دي كان لعبت المغرب حتى لو هم مش أحسن جيل بينزلوا قدام منتخب مصر شبه ضمنين الفوزة وعندهم أفضلية نفسية بعد جون كهرباء حتى في البطولة اللي فاتت مغرب خرج بدري لأنه ورغم أنه سجل في أول خمس دقائق ضرب الجزاء خلاص وخرجوا قدامنا وخرجوا قدامنا مصر الرجعة تتعدد نحن خرجناه في المرتين في المرة السبعة عشر وواحد وعشرين وعلى عشرين لكن براشح المغرب دايما لأنه عنده مزيج في مدير الفني أستاذ الأمميس من شعرايا رفاعة جدا أو خط رفيع بين التواضع وبين أريكراكي وبين أنه عارف أهدافه يعني لما قال إحنا هنوصل في كسة العالم بعيد ده تحقق لعب شرف القارة كلها تاني غير إنجاز كسة العالم بالفوز على البرازيل وديا دي حاجة عمر ما فريق عربي حققها وبعدين قال إحنا ندرك أن مصر بتعرف تلعب البطولة دي وهذه عامة قارة بس إحنا مقسمين أهدافنا أنا عايز أكتر حاجة مع الجيل ده فطبعا مش هستبعده لكن هاخد من آخر كلام أستاذنا لعب أفريقيا غير كسة العالم تفوق على منتخبات أوروبا بكورات السبتة حجم الأطوال في البطولة والفرقة الأفريقية بصعب جدا عليهم يلعبوا نفسه ببنشوف المغرب إيه أهم المعلومات عن فريق المغرب طبعا هو معاه مجموعة اللي قلنا أنها ما نقدرش نستبعد زامبيا لأن برضو فرقة ممكن تغلس فنيا عليهم دلوقتي هو في المركز 13 عالميا وأستحق عن جدارة الأول أفريقيا طبعا في آخر تصنيف شهر ديسمبر للفيفا طبعا آخر نوشخة زيما حريك تفضلت 76 وعنده طبعا كتيبة من النجوم وعايزين برضو نأكد أنه دورينا فتح السنو وبرضو لما شي بنجم بيرميدز تألق إدري ياخده في جبهة فيها لعيب بقيمة أشرف حكيمي لأنه عايز يقول حتى اللعيب اللي بتلعب فيه الدوريات العربية والمحلية لو تألقوا ففي مزيج من عنده أشرف حكيمي باريس سان جرمان عنده ياسين بونو عنده حكيم زياش نايف أكرت كله وعنده فرقة صراحة يعني قوية جدا ومعه وليد ريكراكي اللي هو صاحب إنجاز تاريخي طبعا فيه مونديال صحيح قطر قيمته التسويقية 347.5 تقريبا مليون يورو وده أعلى قيمة تسويقية لفريق في البطولة كلها المغرب نشوف مين آخر مرشح السينيجال والسينيجال هي حاملة اللقب وهي اللي خرجتنا المرة اللي فاتت في كا خرجتنا في من كاس العالم وخرجتنا من كاس الأمم عندنا عقدة وضربات جزاء دربات جزاء ضربات جزاء عقدة من السنغال طب نشوف السنغال طبعا مصنف عشرين والتاني أفريقيا مع مجموعة برضو اللي كان أستاذنا بيقول إنها ممكن من أقوى المجامعة دي حقيقة حمل الأول لقب للأسف على حساب المنتخب المصري السنة اللي فاتت طبعا الكوكب يعني ساديو ماني طبعا لما راح الناصر ونيكولوس جاكسون بتاع نيكولوس جاكسون بتاع تشالسي دول اللي عندهم شوية نيكولوس جاكسون صغير لكن عناصر الخبرة كوليبالي وساديو ماني لكن عنده المزيج اللي فعلا نخلينا نقول إنه هو مرشح السلميس ما بين العيبة صغيرة بتلعب برضو في الدوريات الخمسة الكبرى وما بين مدرب استقرار بقالوا معهم من 2015 قالوا سيسي ومدرب وطني دي ميزة كبيرة جدا جدا وبعتقد برضو دي اللي هتحطى مصر من المرشحين إن في منظومة في منطقة مصر ثلاث خطوط بامتياز حارس عظيم دي الفرق اللي تقدر تقول فالسنجال طبعا منهم السنجال اللي في البطولة اللي فاتت هو نفسه السنجال في هذه البطولة أعتقد كده وأعتقد كمان إن هم مش هبوصل ضربات الجزاء اللي احنا طلعنا بيها أنا بوصل للمطش اللي هبو علينا تقريبا كل المباراة صحيح يعني عشان إيه ما نعودش نمسك في النهاء إحنا خرجنا بركلات الجزاء لا هم كانوا أحسن فهم فريق قوي الحقيقة ساد جوماني حتى بعد ما ساد جوماني سابه بطول ساب بايرن ميونخ وبالوقت بيلعب في النصر السعودي عنده شغف للبطولة وعنده شغف للمنتخب بتاعه والحقيقة يعني ما أعتقدش إنه إنه أتغير يعني سواء كان لعب في بايرن أو ليفر بول أو النصر أعتقد كده أو ساد جوماني تاني حيقابل صلاح يعني أكيد في مباراة من مباراة السنائية العظيمة اللي كانت بينهم في ليفر بول وصلاح أكيد بيفتخدها دلوقتي ولكن يعني الخلاف اللي بينهم غير طبعاً القيمة التسوقية 274 مليون يورو وإليو سافيه من 2015 مرشح التالت مصر طبعاً أتمنى إنه إحنا دون فرصتنا دون فرصتنا أيوة تفضل لا طبعاً يعني زعمة القارة أستاذ الميس الأرقام مش بتكلم والله ما عشان إحنا مصريين طبعاً زي ما كان أستاذ حسن بيقول أنه برضو راسل أخدر عملت في 2011 كسبة احترام الجمهور كبتلعب منقوصة العدد وعملت جيم على الكاميرا ونصحب الأرض اللي مالي الجمهور فكسبة احترام ممكن تبقى فيها طبعاً فواصل لكن في النهاية غانا ومصر فرقتين اللي ممكن تزعموا المجموعة دي مركز 33 والخامس أفريقياً هي دي بقى أستاذ الميس اللي وانا بكتبها والله عندي مشكلة فيها يعني إن شاء الله نحصد اللقب وتعود مصر لمركزها اللي تستحق مش المفروض نكون الخامس أفريقياً أبداً يعني وصلنا مع كابتن حسن إلى 9 عالمياً إحنا الخامس أفريقياً بعد مين؟ بعد كل اللي إحنا رصدناهم دول المغرب طبعاً تصنيف العشرين بعد السنغيال حتى ترتيبك في الفرقة العربية أنت بعد الجزائر وتونس كمان وتونس؟ وتونس لأسف معنى تونس مش فريق عظيم دلوقتي بس أغلبك ودي فالدين نقاط برضو تتحسب فلابد إن شاء الله تكون فرصة بإذن لتحقيق التمنى وكمان يعود مدخب المصري إلى علقال الزعمة الأفريقية اللقب غايب زي ما حالك تفضلت بقاله كتير جداً من 2010-2014 سنة المفرقة طبعاً وصلنا في 2017 نهائي وجون الأخراني اللي كان عليه طبعاً شوائب كتيرة اللي كان في آخر دقيقة في الكاميرون وطبعاً الخسارة فأداء كان بالضربات الجزاء وبعدين طبعاً الأكثر تتويجاً عندنا طبعاً أسطورتنا الحية إن شاء الله يعني ربنا يكرمه إن شاء الله ويحصد أخيراً يستحق إن شاء الله لقب أفريقيا على إنجازاته هداف الدور الإنجليزي في وجود هالند ونجوم كبار جداً فجاي إن شاء الله مع نوايات عليها وعندنا مصطفى محمد ومرموش وحجازي وعندنا كتير أنا أقول لك والله غير نحطينا طبعاً فرق الأكثر اللي هي ممكن تتراشح لكن منتخب مصر الحقيقي عنده من الخطوة يعني دايماً بتقسها بالسبات الفني مدير فني كويس زي فيتوريا أو أستاذ حسن قال إنه طبعاً تخلصنا من حقبة كوبر وكيروشو نلعب تحت الكورة وكده لقى عنده جرأة هجومية والثلاث خطوط الصراحة تتطمن في حارس عظيم في دفع كويس في وسط ملعب في هجوم بس قيمة التسوقية 135 مليون كم منهم عند صلاح كم منهم مع صلاح هو حوالي 130 عند صلاح 30 ونص مليون البيين بتوعنا بيتوزعوا على اللعيبة يعني ما علينا ولكن نتمنى أن احنا طبعاً الفريق يحقق إنجازات ويحقق إنجاز التامن المرشح الرابع هو الجزائر طبعاً الحقيقة طبعاً هم تعلموا من درس البطولة اللي فاتت وحتى في الوديات أعتقد الجزائر كانت ماشية كويس جداً وفي تصفيات الأمم بتغلب الفرق الأقوى على أرضها بتدي رسالة واضحة جداً من بدري موريتانيا وأنجولا يعني فرق الجزائر تقدر عليها بروكينا فاسو يبقى ماتش صعبة جداً من الفريقين لسه محافظين على هم اللي قابلين على طول في الترتيب الأفريقي مركز تجديده رابع أفريقين في آخر تصنيف بتاع ديسمبر بدور طبعاً اللقب التالت كان وش مصر في بطولة 2019 وش السعد عليه طبعاً وهدف رياض محرز الجميل جداً في النهائي وخاية طبعاً نسخة 90 و2019 في مصر وكمان جمال بالماضي يعتبر برضو بقاله شوية كويسين أستاذ الميس خمس سنين بتدي استقرار فني مع الفريق ومدرب وطني رياض محرز طبعاً لاعب أهل جد الحالي وطبعاً نجم سيتي السابق وطبعاً برضو لكفرة النجوم في الدوريات الخامسة الكبرى وبالزاد في الدوري الفرنسي طبعاً القيمة السوقية مرتفعة جداً 189 مليون يورو الجزائر حضرتك شايفه إزاي يعني الحقيقة من الفرق قوية جداً وأنا زي ما قلتلك المقياس اللي عجبني في مغباراتنا مع الجزائر إن احنا كنا نلعب قدام فريق قوي فريق قوي بالمعنى الشامل للقوة والكرة الجديدة اللي بتتلعب دلوقتي ده فريق مميز قوي وجمال بالماضي مسيطر قوي على الفرق هو بقال تصريح احنا مش بنلعب على البطولة هو مش مرشح الجزائر بس طبعاً ده كلام تنويب مغناطيسي لكن أنا متأكد أنه هو هدفه البطولة بالتأكيد نشوف بعد كده الدوري الإنجليزي هو الأكثر تأثراً بسبب كأس الأمم الإفريقية حاكي حارك عرفت دلوقتي ليه الإنجليش بريس والميديا الإنجليز دائماً وليه كيلوب عمال يدع علينا ويقول يا رب من البداية ورجعولنا صلاح نعلمش الحظ السيء بتاع الإنجليز إن كاس الأمم أفريقية وكاس الأمم الأسيوية في نفس الفترة ففيه لعيبة من أسيا في الندال الإنجليزية طبعاً أفريقيا أكتر فكمان فيه من أفريقيا يعني عمنا لهم دي مشكلة الحقيقة أعتقد لما تأخوني الزاكرة مع عدد من شاش سر سيتي كله على بعضه تقريباً من لاعبش إن أقول السابق في شهر يونيو أظمنا علشان عدم التأثير على الدوريات زي ما أنا أريد ده الكلام ده النهاردة لكن مش عايفين هيحصل اتحاد الأفريقي بيغير المعادل بطولة يعني هم عاديين كده بيتصحل بلها الشتاء بلها الصيف هي ماشية كده هاي حاجة وليفربول متأثر قدام هو واحد لاعب هو صلاح بس صلاح بنوص الفرع صلاح بالدوري كله نشوف اللي بعده ده دورينا بقى الحقيقة وأعتقد أنه دي يمكن أكثر مرة حسن صوتك نزل كده ده دورينا بقى الحقيقة غزب عني الله دوري الإنجليزي ده دورينا بقى طبعاً أليو ديانجم الأهلي علي معلولو بيرسي تاو زمالك طبعاً سيفي جزيري اللي استدعى في آخر وقت عشان أعتقد والناس اللي كان عنده مشكلة مرض ابنه أو كده بيرمتز الحقيقة فيه تلات لعيبة محمد شيبي اللي أثبت أنه واحد من الأفضل محترفين داخل مصرف فيه اللي جابها اليومنا كظاهير بلاتي توري رغم أنه بيشاركش مع فريقه بالفترة اللي فاتت خاصة مع باتشيكو طبعاً الفرود الجديد فيتسون مايلي اللي بيشارك مع كونجو ديمقراطية ونجمل اتحاد طبعاً مبلولو وغنياب الساول لعب فاركو جيفرسون كده عايز أقول أحرك في المجموعة دي فيه منافسة أهلوية لأنه كل فرقة من دول في نفس المجموعة يعني فيه تنافس أهلاوي في المجموعة دي ما بين تونس وجنوب أفريقيا ومالي فيه صراع أهلاوي داخل فدول كلهم فيه دور المصر دور المصر دور المصر وبلعبوا في أفريقيا في النهاية بلعبتنا حيشوفوهم في الكاس الأمم الأفريقية تعليق أخير آسر عن ما ننتظره من يوم السبت أستاذة لميس نباراة أعتقد في المتناول يوم الحد أصدقى يوم الحد ثقتي كبيرة جداً في فيتوريا في اختياراته في اللعيبة الموجودة حتى لو اختلفنا على لعب أوتنين في القيمة في النهاية هو المسؤول قدامنا بأن القيمة دي اللي عارف فيه لعب بيها ويسأل عن جلب البطولة بإذن الله مصر دايماً دايماً بتوجيد اللعب في البطولة المجامعة وخاصة كاس الأمم إن شاء الله احنا فيه الأربعة يعني فيه نصف النهائي في الأربعة الأخرين مسألة بقى أنها بتستعصى عليك أنه بتوصل النهائي وتحقيق اللقب دي إن شاء الله بفياتها وفيه كبير بطس برضو عايزة إدارة ممتازة من لعبين واسبات الفعالي وطبعاً فيتوريا احنا منصق أنه قادر بكرته المميزة اللي طلعتنا من حقبة كوبرديم 2017 ونلعب وراء عكس حتى كورتنا احنا نحب الكرة الحلوة والترئيس ولعب الكرة لتاعة الشوارع شوية فلا فيه جرأة هجومية عند فيتوريا وده بنطمئن إن شاء الله يبقى طبعاً من المرشحين الأربعة اللي قلناهم لحضرتك شكراً آسر وده إحنا بقى خلاص من هنفتح ستوديو التحليل الأسبوع القادم مع كل مباراة لمصر وكل أسبوع دايماً هيكون عندنا ستوديو تحليل شكراً آسر حسين على الجرافات العظيمة ونخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل مع الأساس حسن المستكاوي تحليل بقى ننتظر إيه إيه الأخطاء اللي مش عايزين نرتكبها مرة أخرى إيه اللي لازم نركز عليه فيتوريا هيعمل إيه إيه الفرق بينه بين كوبر وكيراش بعد الفاصل أيضاً كاس الأمم الأفريقية يوم السبت المقبل ونلعب يوم الحد أستاذ حسن المستكاوي ضفنا في هذه الفقرة إيه نقاط قوة الفريق المصري وإيه نقاط اللي لازم نشتغل عليه طيب ممكن أقولك بس حاجة الأول إحنا خدنا البطولة سوعة مرات فيه ثلاث بطولات كمان كان لازم نكسبهم وهم؟ بالمستوى 62 74 84 يعني شوفي أنا حسبت دول ما حسبتش 2017 ولا 2021 ولا 2021 مع أننا لعبنا final وخسرنا بركلة الترجيح لكننا لو ترك عليهم دول بمعايير الزمن 62 إحنا كنا أحسن من الأسيوبيا وكنا متقدمين على الأسيوبيا في المباراة الفاصلة ونجح الأسيوبيين وهم يتعدلوا معنا 2-2 ثم يكسبونا 4-2 وإحنا كان لازم نكسب هذه البطولة 74 74 على أرضنا كان لازم نكسب ونوصل للنهائي لكن ضيعنا فوز كنا 2-0 كسبانين وضيعنا أهداف مع زائر بعد كده وخسرنا هذه البطولة وعلى أرضنا كنا إحنا أقرب فريق يحصل عليها 84 مع الكابتن عبد صلح الوحش عملنا عروض كويسة جدا بدلنا قدام نيجيريا في ضربات الجزاء فللأسف ليه 3 بطولات ما حسبتش ليه بقى 17 ولا 21 لأن إحنا كان مستوانا تكتيكيا وجماليا ومن مستوى الأداء الجماعي أقل من مستوى الفرق اللي كسبت البطولة أو الفرقين اللي كسبوا هذه البطولة إحنا في 17 بالعافية نجونا من فرق أسماها بوركينة فاسو بالعافية السنغال لكن يبلعبه علينا في المطش الفاينل فملعبنا معظم الوقت فما حسبتش دول أنا حسبت بطولات كانت في أدينا بالمستوى لكن خسرناها وأظن كمان فكرة أن إحنا لعبنا 120 دقيقة في كل ده على فكرة يعني مش حاجة نقود نقول ما إحنا لعبنا 120 دقيقة وده على فكرة خطأ مننا كان ممكن يعني إذا استطعنا أن نحسب من البداية كنا حسنا طبعا أنا بحب منتخب مصر جدا طبعا وده شيء طبيعي يعني لكن التحليل والتقييم الموضوعي أنا شغلتي أن أنا أقيم بنظرة موضوعية بكتهد لكن شايف الفريق هذه المرة إزاي؟ شايفوا هل فريق مصر 20-23 أو 20-24 هو فريق مصر 20-21؟ لا إحنا إحنا بالأداء اللي إحنا عملنا في 14 مباراة وخسرنا منهم مباراة واحدة قدام تونس سواء ودي أو رسمي يعني عملنا مبطشين أنا بشوف أنهم كويسين جدا قدام بلجيكا قدام الجزائر ده المؤشر بتاعي إن إحنا بنلعب فيه نزعة هجومية شوية نقدر يعني نعمل تهديد المنافس اللي بيلعب قدامنا مش بنلعب بشكل دفاعي بحت ويعني مش قادرين نعمل جمع هجومية دلوقتي بنقدر نعمل ده فيتوريا كمدير فيه شايفه إزاي نجح نجح حتى الآن يعني 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 عمل 14 مباراة كسبان 12 تعادل في واحدة وخسر في واحدة لا يعني الأداء تحسن مش ببص المطشة تنزانيا الأخراني ببص المطشة قبل كده بشوف أن إحنا أحسن طبعا هل لو ما خدناش البطولة بنعتزة طبعا أستاذ حسن عنده حساسية فهو جلنا وهو عنده حساسية مش كورونا حساسية لا ولا إما هل لو ما خدناش البطولة ده يعتبر فشل ولا يعتبر إيه ولا يكفينا الوصول المربع الدهبي ده سأل كويس جدا عارفة ليه لأن إحنا يعني إن فعلاتنا وردود فعلنا صعبة جدا يا البطولة منفرح لو خدنا مركز التاني فشل شيله المدرب شيله الاتحاد شيله مش عارف إيه فألفين وستة نازل ما فيه تقييم موضوعي لأداء الفريق علشان يبقى الناس رد فعلها سليم أقولك حاجة لما تعدلنا مع الجزائر شوفينا برجع للجزائر تاني الناس كانت مبسوطة الجمهور كان مبسوطة لأن الأداء كان جميل كنا مستمتعين كنا مستمتعين بالمباراة وبأداء المنتخب طب ما إحنا كسبنا تانزانيا اتنين ومضايين أربع أهداف بس الناس مش مبسوطة الناس عندها ترمومتر صادق وحقيقي والتحليل لازم يكون زي ما الناس بيبقى فيها انطبعات يعني لازم يبقى قريب من هذين انطبعات يعني مش ما أقوله أبدا نخسر بطولة ونبقى المركز التاني فيبقى فيه فشل وتبقى كرسة وتبقى نكسة وتبقى التحاد لازم يمشي واللعيفة مش عارف إيه محلية وكلام من ده لازم المفاهيم دي تتغير كان فيه فترة الفريق صلاح باصل صلاح وهو صلاح هو الوحيد في فترة كوبر الوحيد اللي مطلوب منه نجيبه الجون دلوقتي احنا شفنا مبارع يعني فيه صناقية صلاح والتريزيجي إلى حد ما ابتدت يعني تاخد شكل كده هل صناقية صلاح وزيزو هل احنا دلوقتي بشكل مختلف الوضع الهجومي عندنا شكل مختلف طبعا أحسن بس كمان لازم يبقى عندنا خط وسط بيكمل وبيزيد بالصمرار عشان ما ينفعش ثلاثة لوحدهم حتى قدام وما ينفعش صلاح لوحده وما ينفعش الظهرين ما يتقدموش يعني انت عايز تكسب لازم تكله تعمل لازم نهاجم بأكبر عدد ممكن وندافع بأكبر عدد ممكن طب أكلمني على التشكيل الأمثل في رأيك طب يعني أفضل أفضل دفاع أفضل تشكيل دفاع طلع التشكيل بس طب إذا فيه تشكيل فيه تشكيل من وقع آخر مباراة يعني طبعا الشناوي إذا كان أوكي يعني الشناوي وبعدين هاني يبين هاني محمد هاني مش عمر كمال الاتنين كويسين جدا يعني بس محمد هاني فورما حجازي وعبد المنعم محمد عبد المنعم ومحمد حمدي الشمال مش فتوح لا فتوح برضو كويس بس لسه مش يعني كان بعيد شوية حمدي أحسن يعني حاليا فتوح هايل هو كمان أه بس عمل بطولة هايلة البطولة اللي فاتت أه لا أتكلم أتكلم على دين الآن الآن أتكلم على الآن بقى له مدة يعني حجازي وعبد المنعم أه الخط الوسط بقى يعني إحنا دايما الناس تقول يعني يا مدرب بتاعنا فيتوريا أنت عندك مشكلة عندك ست لعبة في خط الوسط جهازين وهي دي تبقى مشكلة دي ميزة لما تبقى عندك موظفين كلهم ستار أنت حتبقى مبسوط لو أنت المدير فخط الوسط عندنا فيه اختيارات كثيرة جدا وهو لازم هيحددها وحتختلف من المباراة إلى أخرى المزنبيق لازم تكسب أو المباراة دي لازم تكسبها فلازم خط الوسط بتاعك يبقى نزعته الهجومية عالية لازم فعندك اختيارات كثيرة فأفضل تشكيل بالنسبة لحسن المستكاوي أنا هاختار يعني آه تلاتة بما يتوافق أو بما يتوافق مع التخيولي للفريق المزنبيق حمدي فاتحي عطية مروان عطية آه أمام عشور مش زيزو؟ زيزو أو أمام يعني واحد منهم يعني بس الاتنين يعني الاتنين بيلعبوا بطريقة لعبة مختلفة الاتنين بيعملوا دور هجومي مهم جدا بس أمام بيعمل حاجة ما بيعملاش زيزو باستمرار وهي؟ دائما بيقترك من العمق وبيشوت وبيتقدم على التمنتاشر بيستمرار زيزو ممكن يعمل دا طبعا آه بس هو بيميل لأنه يلعب على الخط اللي جابها اليمين أكدر شوية ومفيش النيني من اللي أنت قلته لأ يعني النيني برضو حيبقى ليه دور وهو على فكرة فيتوريا مقدر للنيني جدا وقال عليه أنه هو لعيب عارف احنا عايزين نيم كل مباراة فالنيني بنسباله مهم ماوي طيب برأيه كيف استبعاد طارق حامد؟ لا هو مش محتاج مش محتاج طارق يعني في دورة زي مش محتاجه يعني مش محتاج يعني اللعيب المدافع يعني حتى مروان عطية لما كان بالول عليه لاعب ارتكازي ومدافع لا كان بيتقد حتى مبرتن ثانيا بيتقدم ويشوت وكب كرة في العرضة وبيعمل دور هجومي برضو لا وسريعا نيجي بقى للهجوم؟ لا ما بيش فيه خلاف صلاح علي مين؟ صلاح انا برأيي ان صلاح ملعبش بوسط الملعب يلعب على الجناح برضو زي ما بيلعب في الهيفر كون تعريبا يعني ومصطفى مصطفى محمد مصطفى محمد وطبعا تريزيجيه مرموش ولا تريزيجيه تريزيجيه؟ تريزيجيه تريزيجيه عشان بيلعب مع زمايه له اكتر وانا بحس انا حسيت من يعني فيه بينه وبين صلاح كده ايه؟ طبعا كيميا كامستري يعني فيه لتنين طبعا وبيلعب يعني ايه؟ مرموش قرار بتاعه دايما فردي يعني ايه؟ يعيز يرقص ويفوته بتاعه والعيب جامد جدا بس لازم يتخلص من الفردية دي نصيحة للمنتخب في المباراة القادمة واخطاء يجب ألا يقعوا فيها وصيحة فيه قواعد اشتباك في الكورة دلوقتي هلأ مش بكلم على حرب بكلم على كورة قواعد الاشتباك دلوقتي في البطولات الكبيرة أو في الكورة الجديدة لازم تتعمل مش هتعملها مع السلامة يبقى مش تلعب كورة اللي هي ايه قواعد الاشتباك؟ رقم واحد لازم الفرقة كلها تلعب في 30 متر 25 متر كومباكت لازم تتحرك الخطوط كلها مع بعضها لازم يبقى المسافات بتاعت الخطوط قريبة قريبة واللعيبة قريبين لبعض لازم تعمل ضغط ماينفقش يتخلي الخصم بتاعك يبقى بيبتدي هجومه براحت وقاوي وانت رجع له وراء لغاية ما يجيلك لا 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 لازم تفسد خططه من البداية من البداية وتضعت عليه من قدام أنا مقدرش أطلب منهم يعملوا ده 90 دقيقة لكن فيه بعض الوقت لازم تعمل الضغط العالي فيه ضغط تاني في ملعبك بقى ضغط حتمي يعني ضروري تعمله طول الوقت لما الفرقة المنافسة تخش الملعب بتاعك من نص الملعب لازم تعمل ضغط ما تسيبش أبدا الخصم بتاعك يلعب عليك لغاية ما يرجعك على الـ 18 هذه كرسة هنعمل ده كذا طبعا بقى السرعة سرعة الجاري سرعة الحركة سرعة التمرير اللي أبقى من لمسة واحدة صلاح من إبداعاته يعني اللي تعملها في مطش تنزانيا إن شاط كورة من لمسة واحدة عمل باص للتريزيجين من لمسة واحدة عمل تانية كورة عرضية لكهرباء من لمسة واحدة لف ورا عمل اللمسة الواحدة لي مش هيقع بقى يوقف ويبص ويطلق القرار السريع ده في غاية الأهمية إنك تتحنجل على الكورة وتبص شمال وتبص يمين ده كورة قديمة فلازم يكون الباص بتاعك سريع جدا خطأ أساسي يجب أن يتجنبوا فريق مصر عشان إحنا وقتنا كورات العرضية نخلي بنا منها كويس جدا لأنها دي بتبع لنا مشكلة والكورات السابتة كورات السابتة هي بتبقى ممكن الكورات العرضية إحنا عندنا عيب في المدافعين بتوعنا أنه دايما بينتظر الكورة لغاية ما تصل للمنطقة اللي هو فيها في المطاعة الدفاع ويبتدي دايما عشان يبدأ في الدفاع أو يقفز أو يتحرك لازم تبقى يعني أسرع للكورة من المهاجم اللي معاك نتمنى التوفيق للمنتخب المصري بشكرك جدا أستاذ حسن المستكاوي على هذه الدروس أنا سأحفظهم وحطهم كده في برشامة وأعد أذكركم جدا كلام أستاذ حسن دايما كلام مهم يعني وربما يكون الأهم في عالم كرة القدم فبشكرك ونتمنى التوفيق ونتمنى أنه منتخب الفرعنة يرجع لنا بالتمنى ولكن دي كرة إحنا عايزين نشوف كرة حلوة هدفنا نشوف كرة حلوة مشكركم أعزائي المشاهدين نتقبل بكرة بإذن الله هذه لميس الحديث أعيكم تسبقها لخير